السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزها المشاهدين اهلا وسهلا ورحبا بكم في حلقة قديدة من برنامجكم صدى المصريين احب قبل مبدأ حلقة النهاردة انا عايز اقول كلمة واحدة لمشاهدين المطلقة مشعارة على المجتمع المطلقة انسانة تظلمت من معدوم الدمير اتظلمت من الميديا ومطالبتها بالمساواة السلبية بين الرجل والسد المرأة المطلقة مستلع رخيصة المرأة المطلقة مش مطمع لكلاب الشوارع اسف ظلمت الكلاب مش مطمع لمن لا يستحقون الحياة النهاردة برحب بضيفي وضيفكم استاذ محمد مسعد اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك فانا سيد محمد كلمنا عن اسباب انتشار ظهر الطلاق اولا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة الطلاق هو شيء طبيعي ان هو بيقى موجود في مجتمعنا ودي حاجة يعني ربنا نفسه وضعها كحل من حلول اللي نهاء العلاقة الزوجية وده شرع وده شيء محلل ما فيش اي نزاع فيه بس المشكلة لما بتنتشر يعني يعني ابغض الحال عند الله هو الطلاق لما نجي نتكلم نقول ان الظاهرة دي منتشرة وبتزيد لأ ده مش المرهوب منية تزيد بالعكس لان ده بيقصر على العلاقة الاسرية وبيقصر على المرأة وبيقصر على الطفل لما نجي نتكلم على اسباب الطلاق اسباب الطلاق بيبقى لها اسباب كتير السبب الاولين في اسباب الطلاق وانتشاره وقصته احنا كمحامين بنقابل ده في المحاكم كتير من اهم الاسباب الفقر الزوج دايما بيبقى مركز في احتياجات البيت لو الضغوط عنده كتير اعباء الحياة عنده واكلة دماغه لهياء عن بيته لهياء عن اسرته فالزوج اللقات الاهمال سبب من الطلاق السبب الثاني الجهل الزوج مش عارف حقه واجباته الست مش عارف حقه واجباته فبالتالي بتأصل بالسلب السبب الثالث الزواج المبكر بنته عنده 17 سنة و16 سنة والزوج عنده 18 سنة و20 سنة غير مسؤولين لإدارة اسرة غير مسؤولين عن تربية الطفل بالتالي الطلاق بيجي من الورا او الامور دي بصورة سريعة جدا لان اصحاب الادارة الاسرة نفسها الزوج او الزوجة مفيش الشخصية او الكاركتر اللي ممكن يقدر نقوله يدير اسرة فبالتالي الاسرة بتفشل بصرعه طب نقدر يا سبحامد نقول والجهل باستخدام الانترنت وسوشال ميديا عموما لا هو مش الانترنت بطبيعته مش هو العامل الفاسد لكن لما بيستحبوا الجهل او الاهمال اللي كلمنا فيه بالنسبة للزوجة والبعد عن الدين بقى بصفة عامة الست مثلا بعض الستات مش بيتكلم بصفة عامة بيبقى عندهم الانترنت كمادة للفاتفضة ممكن الواحد الست عندها عيلة تلجاهل بسوشال ميديا او الانترنت او الفيسبوك دلوقتي الفاتفضة مع شخص بالنسبة لها غريب عنها الفاتفضة بتوصل بعد كده لمراحل تانية بتوصل لخير الزوجية دي من ابرز السوشال ميديا او الانترنت اللي تسبب في اصدر العلاقة الزوجية لان اصطحب الانترنت هنا الجهل او البعد عن الدين طبعا والاثار المترتبة عن ذلك يا زمامة بالانتصال المرأة في خيانة زوجية في اهمال بيفكد الثقة فيها عند الست بيأثر علينا بديتكة سلبية جدا بيعمل هامش كبير جدا وبيأثر فيه على الطفل الطفل نفسه اصبح دلوقتي لما يبقى فيه نزاع احنا كم محمد بنقابله في المحكمة فيه نزاع بين الاب والام الطفل نفسه بيبقى مشتت يكتسب الشخصية من مين من الاب ولا من الام من الصح ومن الغلط وبالتالي ان الطرفين كل واحد فيهم 90% من اضرار بتاع الطفل الضحية الاولى لانهار علاقة الزوجية بالطلاع هو الطفل طب بالنحية قانونية يا زمامة القانون منصب في نقطة في نقطة البطلق ده للست لا هو من ناحية القانون هو القانون ادى للست اكثر مما تمناه في محكمة الاسرة انا بعلاق على نقطة واحدة النهاردة لما الست بتبطلق ويكون معاها اطفال وترفع قضية وتروح محكمة اسرة النهاردة القاضي اكثر حاجة بيدي الطفل 200 جنيه و300 جنيه عشان التلاعب في بعض التحريات بعض الاماكن بقولش كل لا لا يا فندم لا هو الموضوع ما بيتحسبش كده الستة المتلا لما بتجي ترفع دعوة النفق الزوجية بيبقى على حسب تحري ودخل الزوج يعني هو مش هيبقى تاجر وهيتعمله تحري مضروب عشان ياخد نفق 200 جنيه لا وممكن يبقى موظف او موظف عموم ومعين في مفردات مرتب من جهة عمله بيتقدر دخل الدخل بتاعه بنان عليها والمحكمة بردو بيبقى عليها بردو تبعيات ان هي لها حد ادنى لتكاليف المعيشة بالنسبة للزوجة او للأولاد فالامور بتبقى مش بيسيبها سيبه ملعوبة لتحري او زب حدك قلت لا الامور بتبقى شبه موضوعية للمحكمة عندها رؤية للموضوع العلاقة الزوجية نفسها حالة الزوج نفسها بتتفرض من اموك كتير مش من التحر بس اكتر الاسباب المنتشرة في القناة الاخيرة ده انت قبلتها في المحكمة اكتر الاسباب من اكتر الاسباب والله هو اكتر الاسباب دلوقتي اللي بتقابلنا داخل محكمة الاسرة بسبب ان الزوج او الزوجة الشخصية عندهم مش موجودة ففي الاب او الام ده بيرجع للتربية عموما ولا بيرجع للسن والمراقب لا هو العامل الاساسي فيها ان التربية نفسها فلما بتلاقي مثلا الزوج او الزوجة من عدم الشخصية والدته او والدتها او الوالد او والدها هم اللي مؤثران على الشخصية فبالتالي لو الشخصية سلبية هتأثر على العلاقة الزوجية بين طرفها فبالتالي الشخصية لازم تبقى موجودة ما فيه شخصية فيه ادارة اسرة من والد كل طرف من الاطراف خلاص انتهت العلاقة الزوجية بالفشل فليه الاعداد معايا كان اكتر حاجة هم ببحث فيها النهاردة اكتر الاطلاق بيحصل لان الجواز كان بيبتدي في الاول على المصلحة ان فلوس بتتجوز سلطة فلوس بتتجوز فلوس لا 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 هو ممكن بالنسبة اللي حتة تليها السلطة والكلام من دوت والجواز بناء على اسباب معينة مش ديش ظاهرة اللي ممكن احنا بنتعامل معه هي اللي مؤثر على المجتمع يعني ما اسمعش ان فيه فنانة معينة اتطلقت النهاردة ديت اللي مؤثر على المجتمع وعلى الاسرة بالعكس مش دول اللي عاملين المشكلة انا بتكلم على اللي اللي تجوزهم بطبيعتهم علاقة زوجية بدأت من مجتمع طبيعي لعلاقة زوجية دائمة مش مجرد زواج مؤقت او ربط النفوز بالسلطة والكلام ده لا انا بتكلم بجواز عادي جدا العلاقة الزوجية اللي بتبقى موجودة بطبيعتها باننا احنا كمصريين حضرتك وانا وغيرنا من الشباب اللي بيسعى للجواز بس بيبقى قايم بحطة التصرع ما انك مخترت الشريك الصح اخترت غلط تصرعت في الاختيار ما فيش اكتر من اسباب برضك اللي ممكن اقولك على برضك في الفشل العلاقة الزوجية ان ما فيش تواؤم بين الحالة الاجتماعية للطرفين دي من الاسباب اللي بتأثر على علاقة الزوجية من ناحية البنت من ناحية البنت او الولد في الناحية المادية يعني لما بتبقى البنت اللي حالة المادية مرتاحة جدا والزوج حالته المادية ضيئة جدا البنت لما بتنزل للمستوى دوت وتعيش فيه بتتعرض لضغوط وعوامل نفسية شديدة بتحكمها شخصيتها هل هتقدر تستحمل وتستمر ام العوامل الخارجية هتأثر عليها وهتنهي العلاقة الزوجية دي وفي الغالب في الايام في الوقت اللي احنا فيه بتأثر بالسلب العوامل اللي ممكن نستخدمها للحد من موضوع ده يا سمحمد وتقليل نسبة الطلاق المنتشر من دول اللي ممكن نقدر نتكلم فيه والله انا اجيب الاسباب انا اجيب الاسباب اللي تسببت في انتشار تلك الظاهرة واضع عليها بمعنى ان انا دلوقتي كزوج الامور اللي عندي في داخل بيتي انا مركز في حالة العملية عشان اقدر اجيب جنيه اعيش بيتي لا هي الموضوع مش مجرد اجيب فلوس افتح بيتي بس ده انا اجيب فلوس افتح بيتي واهتم بالبيت ان انا بجيب له الفلوس مش مجرد ان انا بهتم بالفلوس ان انا ده يدخلش بيتي بدي رقم واحد ان انا مركزي في حياة العملية واهمش حياة الزوجية الزوجة هنا لما بتوصل لحتة عدم الاهتمام ده رقم واحد في انهاء العلاقة الزوجية رقم اتنين الجهل ان اللي اقض على الجهل اوعي الزوج ايه هي حقوقك وواجباتك اتجاه زوجتك واتجاه اولادك الزوجة ايه هي حقوقك وواجباتك الشرعة الاسلامية وفي القرآن وفي الانجيل وضح الامور الزوجية وضح الحقوق والواجبات لكل طرف عند الاخر نرجع للكلام ده كويس يا جماعة كل واحد فينا عنده عارف عنده ايه حق وعليه ايه واجب لو كل واحد فينا اهتم بالكلام ده كويس رجع الكلام ده كويس درس امور بيته كويس هنحافظ على الكلام الاسر اللي احنا فيه احنا اللي وقعناها العلاقة الزوجية احنا اللي افسدناها السوشال ميديا مش هي السبب الجهل اللي اتحطى عند السوشال ميديا هو اللي عمل عنده الامور السلبية ديت في انهاء العلاقة الزوجية وفشله توضيح برده جماعة السوشال ميديا مش مش بتتعامل مع الانترنت فقط. الانتشار برامج اللي بتحرض على الستة او اي تسمعها جوزك وتقول كزا لازم تثبت شخصيتك لازم لازم لازم. وفي الاخر او اي جوزك يقول لك كزا وتوافق ايه لازم انت بقليك شخصية وليك كيان. بتقوي الستة من دولا والستة مش عارفة حاجة مش فاهمة حاجة. مش فاهمة اللي تتكلم ديان عموما ان هي اصلا عشان تفكر تخش تصور في الستوديو. ومصارفها هي شخصيا بس كده في الحلقة بتعدي مصارف اجل بيت شهر. وبرضو الراجل. الراجل دائما عاوز مراته اللي هي زي في التلفزيون. اه عايز كتبقي زي اللي في التلفزيون ديا. لأ برضو يعني بيبقى هنا وبقى هنا. يعني نتبنى الموضوع ده شوية ان احنا نحد من الموضوع دوان عشان نحد من موضوع الطلاق. لازم يبقى فيه توافق. النهارده انت مش مش الممثل فلان او انت الممثلة فلانة. او انت مسلا المقدمة براجل في برامج فلانية. او نقعد نسمع او ندق اتنينة. تقول جوزها تقول لي جوزها مش معنى فلانة. انا عايز اعمل كزا. انا عايز اعمل كزا. لا. ده في الاخر باني بتطلاق. لاني مش انتي دي. النهارده انا بتطلع تتكلم فلان تري فلانية. وتتولع في الدنيا وتسخم في الستات وفي الاخر بتوصل لطلاق. ما هي اصلا. يعني مش فارق معا انت تطلاقه. لا. قد ما هي فارق معي. بقى لعي شورة وشون جو. لا. النهارده لازم تحافظ على بيتك. لازم تنسي الكلام ده خالص. بنرجع رزيز محمد تاني. خلينا اسألك وزي محمد تحب يعني توصل رسالة للشباب ايه والبنات. والله انا دلوقتي عايز بعض الناس يبع عندها وعي في حتة ان العلاقة الزوجية من اسمى الامور اللي ربنا ادهننا ونستمتع بها في حياتنا. فاحنا ما نستمتع بها باستمتع سلبي. لا نستمتع بها الاستمتع الايجابي اللي هو احافظ على الكائن والاسر ده. احافظ على بيتي. انا صدقني بيبقى حزين جدا جدا. لما بيشوف علاقة زوجية بتنتهي في المحاكم بصورة ما بيتدررش منها اكتر من الطفل. الطفل لما بيشوف الاب بيظلم امه بيوصل لدرجة من الكرهية كبيرة جدا. الام لما بتزيد في الظلم على الراجل بيتعسفها باستخدامها حقها القانوني اللي القانون ادهه لها. الطفل بيكره والدته جدا جدا. باشكورك عز محمد زعب المحايمي. باشكور حضرتك. شكرا. ترجمة نانسي قنقر